أعقد وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة أحمد فؤاد هنو لقاء موسع مع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة وذلك لمناقشة عدد من الأليات المرتبطة بتطوير منظومة العمل الثقافي والاستماع إلى آرائهم في هذا الصدد حيث أعرب وزير الثقافة عن حرصه على لقاء نخبة من الرموز الإبداعية المصرية في المجالات المتعددة متمنا دورهم في بناء الثقافة والفنون في المجتمع وأكد وزير الثقافة أن المجلس الأعلى للثقافة يمثل حجر الزاوية في تطوير المنظومة الثقافية في مصر حيث يسعى إلى تعزيز القيم الثقافية والفنية عبر دعم المبدعين والمثقفين كما يسهم المجلس في خلق بيئة ثقافية حيوية تشجع على الإبداع اشتركوا في القناة